اشتركوا في القناة يعني بتجمع المحيط العربي كله ثقافة المحيط العربي كله عائشة العولقي المستشار ثقافي مدير المركز الثقافي اليمني في القاهرة اهلا بك عبر السير راديو وزارة العرب وحقيقة جميلة جدا يا دكتور عائشة ونتمنى لك دائما الخير اليمن السعيد اليمن الجميل انتو اليمن الجميل يا دكتور الله يبريك لك شكرا لسيابتك شكرا لحضرتك طبعا يعني حضرتك يعني نحن في زمن الكورونا العالم كله بيشعر بالكورونا ويحارب هذا الفيروس العين حضرتك بقى بتعمله ندوات خليك في بيتك ماذا عن هذه الندوات الجميلة اللي طبعا ان احنا بنعيش عصر الكورونا الان ماذا تودى ان تقول وما هي الرسالة التي توجيها للعرب الان في ربوع الوطن العربي شكرا لك وشكرا لهذا السؤال اولا بما ان العالم يعيش جائحة كورونا اللي انتشرت في كل العالم وبقت يعني فيروس لأول مرة في التاريخ البشرية ان تحصل هذه الجائحة الكبيرة ويعني وفرضت على دول العالم الحضر في البيوت وفي المنازل وده نحن كذلك نفس الشيفي وليس حاجة جديدة علينا يا دكتور عايشة بقى ايوة نعم حاجة جديدة علينا ولازم نقاوم نعتبره زي حرب حرب بيلوجية حرب بيروسية حرب يعني مرضية فلازم نحاربها والمحاربة مش بس بالادوية لكل جهة شغلها معانا الجيش الابيض والدكاترة وكل حاجة الله يباريك لهم تقول لهم يا دكتور عايشة تقول لهم يا جيش الابيض الجميل اللي هو دايما والله يقول لهم ربنا يباريك لهم ويحفظهم بجد بجد ربنا يحفظهم لأثبته فعلا انهم قد المسئولية في هذه الازمة وكتير جدا فقط من الدكاترة ومن الممرضين اللي ضحوا بأنفسهم وقدموا أنفسهم من اجل ان يعني ينقذوا البشرية من هذا حقيقة يعني كلمات الشكلة فيهم حق هذا ما بيخافوش على نفسهم يا دكتورة ما بيخافوش على نفسهم بيخافوا على غيرهم على غيرهم لأنهم مجندين لهذا لأنهم يعني درسوا مهنة الطب وده ويشتغلوا بهذا الاطار من اجل انقاذ الغير فنحن أيضا كألمين وكمثقفين لنا علينا دور كمان دور اللي مفروض نعمله يا دكتورة تمام احنا علينا دور ودورنا لازم يكون برضو موازي يعني ماشي وراءهم بالصف التاني احنا وجدنا أن الناس ممكن يعني القعود في المنازل وخليت في البيت ممكن يجيب حالة اكتئاب ممكن تقتل الثقافة ممكن تقتل الروح المعنوية عند الناس وفكرنا بندوات خليك في البيت ندوات خليك في البيت واستعنا بالنت واستعنا بهذا التكنولوجيا الذي ربنا يعني اكرمنا أنها موجودة ونستخدمها استخدام صح ففكرنا بعمل الندوات ندوات خليك في البيت منذ بداية رمضان بدأنا من الجمعة الأولى من رمضان أننا نعمل لأن الناس بتفطر وبعد ما تفطر تصلي وتفطر وتخلص وكل حاجة وقاعدة في البيت ومتعودين الناس على الخروب كانوا التنزل لا تعالوا احنا هنجيب لكم مسائل الترفيه والتعليم والتثقيف إلى البيوت ففكرنا بهذه الفكرة أننا نطلق ندوات خليك في البيت من خلال برنامج الزوم فبدأنا نشتغل على هذا ونعمل رابط الزوم وعملنا اشتراك وعملنا اشتراك في فناة يوتيوب وعملنا اشتراك في الزوم فبدأنا نناقش كل اسبوع قضية ثقافية أدبية إعلامية فطرحنا هذا المضمون فالإعداد تتزايد وكل الناس رغبة جدا جدا عندها رغبة في المشاركة بهذا الحدث العظيم بهذا الحدث الكبير فالحمد لله يعني اشتغلنا على الندوات دي فبدأت يعني الندوات تشتغل ندوات تخليك في البيت بعد ما نتحاور ونترح كل واحد يطرح ما عنده في هذه الندوات اللي هي على برنامج الزوم نقوم بعد كده بنقلها أو بسها من خلال قناة اليوتيوب طبعا الاعلام زي يوكم المحترم ينشط معنا بنشرها أكثر ونقوم بتوزيع هذا الرابط اللي هو رابط اليوتيوب على كل الجروبات وعلى الفيسبوك وعلى كل الأماكن الدنيا والتلفزيونات وفي بعض التلفزيونات بتنهي الكمان معنا وبالتاهم في الآخر يعني يعني دون جميل يا دفتور عايشة دون جميل بيقوم به الاعلام بمختلف المجالات باسم المركز الثقافي اليمني في القاهرة بنعمله يقيمها المركز الثقافي اليمني في القاهرة حتى اللي ما شارفش مثلا معنا بالندوة احنا بنبعث له الرابط لبيته بيتفرد على وده جميل وحييكو عرب سير راديوزارة العرب ان فيه حب وتلاحم وفي ان احنا يعني ربنا يزيل عنها عنها زيل غمة وطبعا ربنا يا راب ان احنا يعني يكون فيه تواصل بنا بعد ما كانش فيه تواصل اصبحنا دلوقتي في تواصل عبر الاول لاين في البيت نعم فبدأنا الحمد لله الناس اتفاعلت الناس حتى لم يتشاركش بيوصل لها اليوتيوب القناة الى البيت بيتفرد على بيتفرد على الندوات المهتمين بالثقافة بالاعلام بالدور الثقافي كده وشاركت وبعثنا كمان والجميل انه في هذا الاطار في برنامج انه بيشاركوا من كل الدول العربية واجنبية معانا داخلية يعني الدول الاجنبية كمان مشاركة لا لانهم عرب عرب هناك عرب هناك اه يعني مش شرط ان انا مثلا انا اقوم كن في افريكا في افريكا في ايطاليا في اي دولة من الدول العالمين عرب شاركوا معانا من جينيف من فرنسا من المانيا اي الدول العربية رأيهم ايه بقى يعني في المشاركة دي يا دكتورة يعني شايفين ايه يعني وهل يعني بتوصل لهم الرسالة علشان ان احنا ربنا يعديها علينا وربنا يحفظنا ويحفظ اصارنا ويحفظ بلدنا بلدنا مصر والدول العربية واليمن وكل الدول العربية والعالم كله نتمنى يعني كل الخير كل المشارية ان شاء الله بالتبعية كلها بالزبط حتى الشباب الايام دي اطلقوا الشباب العالم منتدى شرم الشيخ مشكورين اطلقوا اغنية سلام وتلاحم للعالم العربي كله ابن مشارك معاهم فكانت برضو ايجابية جميلة انه فيه تلاحم تلاحم عالمي تلاحم عالمي بقولك الشباب العالم بيقفوا الان من اجل السلام من اجل محاربة الوباء من اجل محاربة اي شي فاحنا بنحارب الوباء كل واحد بنحارب الوباء بطريقته احنا مثلا يعني بنحيي الثقافة بنحيي الادب واحيانا في شاركوا معنا شباب في اغنية في مقطع في حاجة جميل جميل جدا يا دكتور افكار بتخش كل واحد يخش في فكرة معينة بطرحة معين مثلا ندوة الليلة دي الجمعة يونيو يعني النهر الثمنتعشر يونيو عشرين عشرين تمام يعني كانت المشاركة كانت عنوان الندوة التسامح والتعايش ودور الثقافة والفنون والاعلام في التسامح والتعايش كان كل واحد يحط وجه نظر كيفية التسامح والتعايش حاجة جميلة التسامح لازم نبه وتبهين ونتعايش مع بعضنا لازم نتعايش مع بعضنا لازم التسامح لازم ننشر فكرة التسامح حتى عند المتعنف ننشر له فكرة تسامح وده كانت الاغلبية اتجهت الى التسامح كويس جدا ان الاقلية اللي هي بتفكر فكر غير 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 سوي هتنقرض هذي هذي طبقة القليلة لكن احنا بننشر قدر المستطاع لازم ننشر عند الشباب وعند الناشو وعند الكل انه احنا فكرة التعاش والتسانع في كل بلاد العالم فكل واحد مننا كان في فكرة بيجيب كيفية فكرة مثلا من اطلاق المهرجانات او الاغنية او الشعر او الاعلام الاعلام يخطف عنا جرعة السياسة القوية جدا اللي بديهنا وخصوصا احنا في هذه الفترة الصعبة يدينا جرعة التعايش جرعة السلام جرعة المحبة جرعة الاخاء جرعة الفنون يدينا فنون جميلة على اساس ان احنا برضو يعني يكون فيه تلاحم عالمي كل واحد يعرف ثقافة الاخر ويحي ثقافة الاخر الروح المعنوية جميلة جدا بتسهم ايضا الروح المعنوية بتصدي للفيروس بتصدي شفت انت بتقول ايه يا دكتور الروح الجميلة الروح الجميلة بتعمل ايه في الفيروس بتنهي الفيروس بترفع المعنويات وترفع المعنويات واهم حاجة معنوياتنا ايوة ولما تكون معنوية عندك مرفوعة وكويسة تحارب فيروس كوفيد تسعة عشر اكيد لانه بانه بانه كمان الروح الغير الغير مرتفعة جدا وغير معنويات يقال انه هو فيروس ضعيف ومش قوي والحاجة الروح المعنوية بتهزمه 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 الروح المعنوية الى جانب التخضيع الى جانب الفيتامينات الى جانب الضحك لازم تبحث لازم تغني لازم تغني لازم تفرح لازم تنشح لازم نحب بعضنا واحنا نحب بعضنا وامورنا كده ان شاء الله من خير لخير ان شاء الله يعني انا بقى حقيقة دكتورة عايشة وبصراحة على هذا الجهد الكبير وهذا الحب الجميل حضرتك يعني المستشار الثقافي بصفارة اليمن وعمل مثل هذه الندوات ونقولك وحييك عبر راديو زارة العرب وقولك من نجاح لنجاح دكتورة عايشة العوالقي المستشار الثقافي بصفارة اليمنى المركز الثقافي اليمني ادى ان يقفل ابوابه ان نعمل حتى ولو عبر عبر التواصل الاجتماعي نقول للعالم نحن هنا الباب مفتوح دكتورة الباب مفتوح وكل حاجة مفتوحة وكلنا مع بعضنا ولازم نبقى في مركب واحد علشان ننتصر على هذا الفيروس اللعين فيروس كورونا وربنا يحفظنا ويحفظ يحفظوا كمان الرابط حبعث لكم رابط المدوع علشان لو خدتوا اجزاء منه يعني استمعها المشاهدة او المستمع الكريم احنا بنحييك وبنقول للجهد كبير الدكتورة عايشة العوالقي المستشار الثقافي بصفارة اليمن بنحييك عبر اسير راديو ضارة العرب وبنقول لك من نجاح لنجاح وهذا هو الحب واليمن السعيد سعيد ومصر جميلة والدول العربية دول جميلة وربنا يعني فك هذه الازمة ونرجع تاني وربنا يشفي كل مريض وطبعا ربنا يكفينا شر فيروس كورونا المستجد احنا بنشكرك عبر راديو ضارة العرب يا دكتورة شكرا لك وشكرا لكل المستمعين الكرام وشكرا لطاق زهرة العرب وحتى نلتقي بكم لكم دائما تحياتي محمد سعد الاعداد والتقديم اهلا وسهلا ومرحبا بكم كما عودناكم في كل مرة في ندوتنا هذه التي يقيمها المركز الثقافي اليمني وهي بعنوان دور الثقافة والفنون والاعلام في ترسيخ مفهومي التعايش والتسامن سيكون لدينا في هذه الندوة يوما هذا التاسع عشر من يونيو الفين وعشرين كما هي عادتنا في كل جمعة كل من الشاعر اليمني زكريا الدهوة وهو شاعر يمني كان عمل فيما سبق معدا ومقدما للبرامج الفضائية اليمنية وهو يحضر حالينا الدكتوراه في اللغويات في جامعة عن شمس لدينا أيضا الأستاذ عايشة مديرة المركز الثقافي اليمني وهي من تنظم هذه الدورة فأهلا بها بالإضافة إلى لدينا أيضا الأستاذ الرانية الشامي وهي أيضا عاملة في في وزارة الثقافة اليمنية مدير إدارة في القزمة اليمنية وهي رائدة المهرجانات الثقافية دائما لدينا أيضا الإعلامية رانية التوني وهي إعلامية مصرية معروفة بالإضافة إلى الأستاذ ناصر الباكري المثقف اليمني والإعلامي المعروف أهلا وسهلا بكم سنعطي الكلمة للأستاذ عايشة العولقي مدير المركز التقافي اليمني فلتتفضل أرجو فتح المكرفون أستاذ عايشة أولا مساء الخير وأهلا وسهلا بكم شرفتونا دائما في هذه الندوات التي نقيمها أسبوعيا في يوم الجمعة دائما اعتدنا عن قيمها منذ رمضان وكانت ندوات ممتعة جدا وقد ناقشنا العديد من القضايا الهامة لم نكتفي بالبقاءة في المنازل مكتوفين الأيدي بسبب جائحة الكورونا فنظرنا على أننا كيف نعمل من أجل أن نخرج للمجتمع بتوعية ثقافية وفنية وألامية وكل على كل مناح الحياة وكانت هذه الفكرة أننا نقيم هذه الندوات عبر الزوم عبر برنامج الزوم للنشر الثقافي والأدبي اليمني والمصري والعربي موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة